الناس بقى تسارش وتشوف وبعدين تلاقي الناس نفسها بترد على بعض وقالك شفت هدف ليفربول في برشلونة الهدف الرابع كان شفت كورة ايه شفت عملت ايه يجيب لك هو الواحد بص المتلقي اللي هو لدرس قانون ولا مارس كورة قدم ولا اي حاجة شايف وعارف وكل حاجة لكن يبدو ان البعض عايز ان التحكيم المصري يأثر عليه بسلب وكذلك يمشي في المضمار اللي هو حتطوله بس هو ليس شغال بالمدرسة الكلاسيكية اللي عاف عليها الزمن وما يعرفش ان الدنيا تطورت سواء في الاعلام او حتى في السوشيال ميديا فكرة اللا منطق او انك تعمل ضغط على جهة معينة بتحكم ومشى بشكل كويس ونادي لم يستفيد بنقطة واحدة في مقابل ان فيه اندية تانية او نادي تاني استفاد مش اقل من عشر نقط فده ممكن يعمل لودة على الحكام في الفترة جاية خلاص مدرسة ادمت قوي لا هي فيه مجموعة تفضل ماشي على هذا النهج بمعنى انه هيفضل يأكد لك ان الاهل بياخد بعض نقاطه بالتحكيم فمع اي كورة فيها اي لغط اي لغط ده انت مطلعتش في الملعب وشفتها في تلفزيون ده انت وانت خلاص خدت قرارك كده ان ما هو انت مثلا اتغلبت في الدورة قبل كده او حصل اي حاجة اشمعنا المطش ده اللي انت حاستعمل فيه ازمة انت ليه حاستعمل ازمة طيب انا بقولك لاي حد بيعمل كده امسك حاجة صح واحنا هنسعد واحنا وراك اصلا مش معقولها يطلع يقول حاجة يقول كذا 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 الاهل النهاردة احنا على كناة الاهل اوه لو في مباراة اخطأ فيها حكم او تم تطبيق قانون في التحكيم مش مظبوط واستفاد بها فنقول يا جماعة الهدف ده كذا كذا ودي غلطة غير مقصودة واضحة تبقى باينة يعني انما انا بتقالي انت بقالك قديمه لش الكلام ده ولا في اي حد قالي الكلام ده ولا في حاجة ولا في اي حد قبلك في منافسة محترمة شريفة لكرة قدم طلع قالي يا جماعة الا هي جملة واحدة كفاءة بعد بيحصل احنا عارفين من زمان وتكلمش ليه عم ما تكلمش زمان ليه وانا ما علش ما تكلمش من زمان ليه وغاية الوقت تتكلم فيه في نقطة كمان قبل ما تطلع تتكلم وانت بتاخد منصب مهم زي ده او حتى بتاخد منصب على الدكة تدرس تعمل معيشة مش فكرة اللي انت اعتزلت تقعد على كرسي بتقول تصرحات غير مسؤولة في موضوعات وتتكلم على اسم كبير وانت مش عارف قيمة الكامل اللي انت بتقوله ده كلام صح واتمنى ان ده يبقى درسي للباقي يعني الدرسي نفسك الاول اللي انت طلعت تتسرعت وعايز اقولك حاجة انا مشكلة بتبقى في حاجة ان انا لا لا ما بسدقش ان بعض المسؤولين اللي اعتزلوا كرة القدم وامتهنوا مهن ادارية او 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 مش عارفين الكلام ده ده وانت لاعب المفروض عارف الكلام ده فانت مش محتاج تضاف كتير لا ده انت قاصد ودي المشكلة ففي الاخر انت اللي هتحاسب على فطورة اللي شكلك يبقى وحش انت اللي هتحاسب على فطورة انك مش دريان وانت شغال انت اللي هتحاسب على فطورة انك عايز توقع عن ناس وبال عشان تثبت مقولة انت ليك فيه غرض فبالتالي الباب ده مقفول لانه واضح قدام الناس كلها والمدرسة دي مش هتنجح فيها للمدرسة دي لها ناسها لا ده ناس هتحرقوا يعني ناسها اللي كانوا بيستغلوا اللي ما فيش مفتاح ولا حد عارف حاجة ولا حد منفتح على الأمور نهار ده بتكلم عدو في المكتب التنفيذي في الكاف عدو في المكتب التنفيذي في التحدي ده ورقس لاجل التحكيم في التحدي ده نهار ده بتوصل لكل حاجة وبتتكلم والناس بترد تمام وسائل بتوصل الاجتماع دي اما بتخش على الاكوانتات المزبوطة وبتبعت الناس بتبعت رد بمنتهى اليسر والسهولة فبالتالي الحاجة بس بتختلف فيها ساعة ولا نص ساعة فجأة بتلاقيها موجودة عند كل الناس تمام احنا بس بنلمس كده في تفاصيل وعنوين صغيرة يعني دخلناش في المعمعة نبدأ ندخل في المعمعة طيب